الركبة والعضلات حولها والعظام أيضا من أهم الأعضاء في الجسم لذلك فإن إصابتها عند الرياضيين تعد الأكثر انتشارا للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو البروفيسور عامر عبدالله استشاري في جراحة العظام والمفاصل أخصائي جراحة الرياضة والمفاصل الاصطناعية الرئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل أهلا بك وشكرا لتلبيتك دعوتنا صباح الخير بدي أتشكرك على الاستضافة وإن شاء الله اليوم نقدر ندوع هذا الموضوع الكتير مهم صحيح ونقدم معلومات مفيدة للمشاهدين صحيح هو الموضوع متعلق بالرياضيين لكن أيضا بمن يمارسون الرياضة لأن ربما أيضا هم أيضا عرضة لمشاكل الركبة بس قبل ما أحكي عن مشاكل الركبة يعني بنحكي كتير عن الركبة ما مدى أهمية الركبة بالجسم ولماذا الضغط على الركبة قد يؤدي بشكل عام إلى مشاكل الركبة مثل أي مفصل بالجسم في عندها مشاكل هي ذاتها مش نشوفها وين ما كان بس الركبة فيه أشي بيختلف عن غيرها هي أنه من سميها يعني مفصل بيحموا الوزن مثلها مثل الورك بزيادة المفصل الركبة فيه عندنا حركات متعددة وبالتالي الضغط يلي بتعرض له الركبة هي وحدة من الأسباب يلي بتخليها عرضة لحوادث خاصة عند الرياضيين عند الرياضيين طيب قبل ما ندخل عند الرياضيين أيضا كتار من الناس بيقولوا انتبهوا حتى لو الشخص العادي عم بيمارس رياضة انتبه على ركبك مثلا في كتير أمور شائعة أنه مثلا ترادميل ممكن تأذي الركبة هل هذا الشيء صحيح؟ صحيح نحن بشكل عام فينا نقول الرياضة كلنا متفقين علي أنه رياضة أمر مهم وجيد جدا بس كمان لازم نعرف شغلة أنه كل عمل متكرر بشكل أكتر مما مفروض ينعمل وبيصير مصدر للإصابة يعني بشكل مبسط فينا نقول أنه مفصل الركبة لأنه مفصل عرضة لحركات متعددة الحركة المتكررة اللي بتصير فيه هي بحد زيتها سبب للحوادث والمشاكل ينزيد عليها الإصابات اللي بتنتج عن حادث معين أثناء العمل الرياضي نعم طيب ما هي هذه الإصابات اللي ممكن تنتج عن عند الرياضيين تحديدا؟ الركبة كمفصل هي مكونة مثل أي مفصل هي نقطة التقاء بين عظمتين أو أكتر بما يخص مفصل الركبة هي نقطة الالتقاء إذا بدك نقول بين عظمة الفخض والساق وفيه عندنا البتالة أو الصابون الموجودة قدام هالمفصل فيه له غلاف هيدا الغلاف هو بالأول هو غلاف عن أنسجة وعضلات بس كمان فيه أربطة تربط هود العظمتين اللي عم نحكي عنه بالتالي إصابة أي مكون من هذه المكونات بيؤدي لمشاكل بالركبة المكونات الأساسية اللي فينا نحكي عنها رقم واحد هني ما يعرف بالغضروف الهلالة أو المنسكس رقم اثنين عنا الأربطة بنسميها الأربطة الصليبية عنا الرباط الصليب الأمامة والرباط الصليب الخلفة وبيرجع عنا الأربطة الجانبية وآخر شيء أكيد الغلاف العضلة فبشكل بديهي فينا نقول أنه إصابة أي مكون هو بينتج عنه مشكلة ووجع وبالتالي بيجي دورنا نحن نتعامل نعم إذن تمزق الغضروف الهلالة أو الرباط الصليبية وإصابات يعني رياضات العدو أو الجاري والتمزق بالتمزق العضلي إذن هل تختلف مثلا إصابات الجاري عن إصابات لاعبي كرة القدم؟ نعم نحن نعرف كاقتصاصيين بطب وجراحة رياضة أنه بالتأكيد في إصابات أكثر شيوعا برياضات معينة مثل يعني مثلا إذا بدك بكرة القدم يعني بكرة القدم في حركة روتايشن ما يعرف بالبرم على المفصل غير الفلكشن والإكستانشن طبع المفصل الركبة وبالتالي في عنا إمكانية إصابة أعلى بإصابة مثلا الريباط الصليبية وخاصة الأمامة بس بالتالي كمان في ارتباط بين هود الأربطة والغدروف الهلالي يعني إذا بدك بشكل سريع في نقول بكرة القدم مثلا عنا إصابة أكتر للغدروف الهلالي والريباط الصليبية بينما يلي بيعملوا جري عادة؟ يلي عندهم جري هود أشخاص بيتعرضوا أكتر من غيرهم لا استهليك للغدروف الغدروف يلي هو الكارتلج يلي هو المكون يلي بيغلف مفصل الركبة من الداخل وهو كمان واحد من المكونات يلي ممكن يتعرض لإصابات وبالتالي إحنا اليوم صارنا بنتعامل معه بالدرجات المبكرة فيه عندنا حلول صارت موجودة وأكيد عند الإصابة المتقدمة نعم هون إحنا عم نحكي فإذا عن ناس عن ناس ضمن ممارستهم لرياضتهم هالشي ممكن يتعرضوا لهيدا الإصابة يعني هون إحنا ما عم نحكي لا عن حوادث ولا عن كسور ولا يعني بيزيد الأمر بيختلف لأنه لنفرق مية بالمية وهذا السؤال إحنا بنسأله كتير بأياداتنا يعني أنا ماني رياضة محترف ماني بروفاشنال وبالتالي عم بتعرض لإصابات أنا شخص بمارس رياضة يمكن مرتين بالأسبوع ولكن عنده مشاكل هون إحنا لازم نعرف أنه حتى أثناء ممارسة رياضة فيه طريقة جيدة وطريقة مش بهذه النوعية منعملها بالرياضة لازم نعرفها أكيد إذا عنا حدا بيقدر يساعدنا أثناء الرياضة بس بشكل عام لازم نعرف أنه نحنا دايما فيه أمرين كتير مهمين بالرياضة بشكل عام بمفصل الركبة لازم يكون عنا ليونة بمفصلنا ولازم يكون عنا قوة عضلية فهو العملين من أمنهم رقم واحد بستريتشنج بالإطالة اللي هي بتعطينا ليونة بالمفصل وبالتالي إمكانية إصابة أقل بالإصابات وأكيد بشكل تاني إذا كان عضلنا أقوى هو رح يتحمل صدمات أكتر هو رح يجنبنا إصابات أكتر هذا بشكل عام نعم طيب للرياضيين المحترفين مثل كرة القدم أو يلي بيعملوا جري قبل ما نحكي إذا بدك عن علاجات المشاكل وعن برك العمليات أو ما غيره هل ممكن أن يأخروا الإصابة أو هل ممكن يتوقوا من الإصابة أم هي حتمية على سبيل المثال بأماكن أخرى نشوف أنه في حسب الدراسات مثلا تشيري دراسات على أنه حتى بعض الرياضيين بيتعرضوا لمشاكل بالقلب لأنه في مجهود كبير أو يلي بيستعملوا الإيدين والمضرب بحالة الركبة هل ممكن يأخروا المشاكل يلي بيتعرضوا لها نعم هذا الموضوع صحيح ممكن نشتغله على جبهتين أول جبهة مثل ما سبقوا إلنا نكون عندنا نسبة ليوني عالية جدا وهذا الشيء يجب أن يصير قبل الرياضة وبعد الرياضة دايما نقول بفور عند أفتر الليوني أساسية تتخفف إمكانية الإصابات مثل كل شيء في الليوني في عنده أرضى أقل المشكل والغلاف العضلة هلأ الرياضة هيدا اللي عم نحكي عنه هو شخص عم بيستهلك مفصله أكتر من غيره من غيره دونك بالشكل البديهي عم بيستهلك الغدروف اليوم نحن صارعنا شيء قادرين نقدمه للرياضيين بشكل عام وللكل هي الانجكشن هي أنواع الإبر اليوم يلي صارت تحقن بالمفاصل يلي هي صارت بتنشط الغدريف بتنشط الأربطة بالإصابات الأولية يعني أنت مثل ما بتعرف في أي رباط في عنده إصابة فيها تكون ببدايتها فيها تكون بحالة متقدمة اليوم هيدا الإمكانية اللي عنا إياها بالحقن يلي سبق وحكينا عنها شوي قبل وفينا نرجع شوي نضوي عليها مثل البي أر بي إلى ما هنالك هو من الأمور يلي اليوم صارت محبزة عند الرياضيين تنعمل بشكل منظم فيه إلى طريقة فيه عندنا خبرات معينة من اقتراحها بهذا الموضوع تتساعد على إصابات أقل ومشاكل أقل للمستقبل نعم طب نتحدث عن بعض المشاكل مثلا عن تمزق الغضروف الهلالي كما ذكرت بروفسور كيف ممكن ما هي طرق العلاج وكيف يتم ذلك تمزق الغضروف الهلالي أمر شائع جدا 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 نشوفه عند الرياضيين فينا نشوفه عند كل الناس بشكل بسيط أول مرحلة وقت هذا الأمر بيصير أكيد بدنا نكون عند الأخصائي المتخصص بالرياضي اللي رح يشخص هذه المشكلة يلي بأكتر الأوقات بعد فحص سريري سريع ننتقل لصورة الرانينة المغناطيسة يلي هي الوسيلة الوحيدة إذا ما قلنا لتقدر تحددنا الإصابة بهالمرحلة اليوم فيه درجات يعني فيه درجة الأولى بإصابة غضروف الهلالي وفيه درجة المتقدمة أكتر هون دورنا نحن كجراحين أيضا نقترح الحل عادة بالبدايات ممكن يكون عندنا دور للقبر يلي بتساعد على شفاء أو تعافي الإصابة إذا كانت ببداياتها ولكن بالدرجات المتقدمة يعني إذا فيه انقطاع بالغضروف هون بتدخل خبرة الإخصائي بالموضوع تيعطيق الحل الأحدث والحلولة اليوم يلي كانت بالماضي مثلا هي أنه نقططع جزء من هيدا الغضروف الهلالي وكلنا بنعرف إذا هو موجود يعني له دور وبالتالي هيدا الشيء ما كان منه محبز اليوم صار عندنا حل يليه فترة بس اليوم صار عندنا إمكانية أكتر نتعامل معه هو أنه نحافظ على الغضروف الهلالي ونقوم بعملية خياطة الغضروف الهلالي وبالتالي نسمح للشخص يحافظ على هيدا الغضروف يلي إليه دور يلي هو دوره يمنع الاحتكاك بين عدمة الفقد وعدمة الورد عدمة الساق وبالتالي نأخر إمكانية الإصابة بالخشونة بقلب المفصل وهيدا هون دور الأقصاء بهيدا الموضوع يقترح علينا هيدا الحل إذا كان هيدا الشيء ممكن طيب بحالة التمزق العضلي شو هي العلاجات المقترحة؟ مثل ما قلنا الغضروف الحلالي هيدا الموجودة التمزق العضلي كمان في درجات دايما إذا عم بتلاحظ عم نقول إنه بالدرجات الأولى عم نرجع دايما للحقن بالقبر اللي حقن مثل الPRP وهون أنا دايما بطلب من الأشخاص اللي بيعملوا رياضة وقتا بيروحوا عند الأشخاص اللي بدون يسألوا عن هذا الموضوع يسألوا عند أشخاص عندهم الحلول كلها يعني بيتشكل تاني يكونوا بأكتر لوقات جراحين يقدروا يعطوا الحلين يعني مش يعطوا الحل بس الموجود عندهم الحل الكامل الإصابة بالدرجات الأولى ممكن التعامل معها بالحقن بالدرجات الأكتر هي تقدم ريح المفصل لفترة معينة بالدرجات المتقدمة أكتر هيدا نحتاج ببعض الأوقات لعمل جراحي شو هو العمل جراحي؟ والجراحي هو له دورين يا بيرجع بنشط الدم بهذه المنطقة يا دوره بيكون أنه يقوم بعملية خياطة لهذه المنطقة أو توزيع العضل بشكل يكون في ضغط أقل طب وبحالة الرباط الصليبي أيضا الرباط الصليبي موضوع مختلف الرباط الصليبي بشكل مبسط هو رابط بيربط عدمة الفخد بعدمة الساق هو فيه واحد أمامة واحد خلفة الأكتر شيوعا هو الأمامة نحنا وقتا بيصير في عنا إصابة بهذا الرباط بيصير فيه نوع من الشعور بأنه الإجر منا سابتة على الأرض كأنه فيه عدم ثبات كأنه عم بتفك الإجر المشكلة طبعه غير أنه بيعطينا هيدا الشعور فيه ضرر بينتج عنه يعني إذا الرباط الصليبي انترك المزق طبعه لو نحنا قدرين نعيش يعني فينا نعيش برباط صليبي منقطع بس المشكلة أنه عدم السبات بقلب المفصل نتيجته بالمرحلة الضغرة اللي بعدها انقطاع بالغدروف الهلالة وبالتالي نحنا العمل اللي عم نعمله جراحيا وفينا نحكي عنه بشكل سريع للرباط الصليبي هو تيحل هذه المشكلة بس هو وقائل لعدم وجود بمرحلة تانية بالغدروف الهلالة نعم قبل ما يدهمنا الوقت عندي مجموعة من الأسئلة السريعة بداية هل يشعر يعني الرياضيين ربما بيحسوا أنه هيدا التعب ممكن يكون ناتج عن التمرين ممكن يكون ناتج عن المجهود هل هناك انذارات بتخبرهم أنه يجب الفحص والكشف على الركبة نعم بشكل سريع فينا نقول لأنا دايما هيدا بعيدة وبعيدة لازم نعرف نسمة على جسمنا صحيح الرياضة هو أكتر شخص بيعرف أنه في شي تغير بيعرف أنه هيدا شي عادي وهيدا شي تغير هيدا أول انذار لأله طريقة تانية الوجع أكيد اللي هي سهل لأنه فيه وجع بمنطقة منا معاودين عليهم هيدا شي تاني شغلة التالتة بعدنا عم نحكي الرياضة الصليبة إذا عم نحس أنه عدم سبات بإجرنا على الأرض يعني كأنه عم بتفك كأنه منهم بقى متصلين ببعضهم الساق وعظمة الفخد هيدا طريقة تنسأل كمان أكيد وكمان إذا فيه شوية ورن بالمفصل عبر واتساب عم يوصل لك أسئلة كمان حأسألون إذا بتقدر جاوبنا عليهم بطريقة سريعة هل من بعد إجراء كل هذه العمليات هل ممكن أن يعود الرياضة لممارسة رياضته؟ بالتأكيد هيدا نحنا منسميها طب الرياضة جراحة الرياضة نحنا منعمل هيدا عمليتنا منعملها عند رياضيين بدرجات عالية من البروفيشنر يعني هود ناس بيعيشوا من الرياضة صحيح وبالتالي هدف العمل الجراحي اليوم يرجعوا على الدرجة زيتها يلي كانوا فيها واليوم فلسفة الجراحة صارت أنه رجع مريضنا بشكل أسرع على الملعب على المكان يلي كان فيه بالمستوى زيته بدون أي تأثير على الرياضة طبعا بالتأكيد كمان في سؤال ورد حول يعني ما يعرف به صبونة الركبة ما بقى في اسمها العلمة نعم هي تعرف بالباتيلا أو الصبونة هي النيكاب هي الموجودة بالجزء الأمام من الركبة هذه فعلها مشاكلها كلها وموضوع طويل طيب لكن تنجاوبة على السؤال بسرعة للمشاهدين هل إذا تعرضت للكسور هل هو الحل بتغييرها هل ممكن وضع جهاز اصطناعي مكانا نعم نحن اليوم عم نحكي أكتر عند الرياضيين رح قللك أكتر من 90 ل95 ل99 بالمئة من الأوقات وقتها في كسر العمل الجراحي هو بالمحافظة عليها وبالتالي أنه نحط معدن معين ونرجع ونشيله بس عند المتقدمين بالسن وقتها منعمل عملية استبدال للمفصل هيد الجزء من الركبة فيه إلى جزء بيتلبس فيه بس عند الرياضيين بالتأكيد منحافظ إذن بلقاء آخر ممكن نتحدث عنها بالتفصيل لأنه أيضا مهم للرياضيين ولغير الرياضيين وعند مشاكل خاصة شكرا لك البروفيسور عامر عبدالله الاستشاري بجراحة العظام على كل هذه المعلومات القيمة التي قدمتنا شكرا